استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء العراق محمد شيعة السودانية والذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترأس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق وأقيمت مراسم استقبال رسمي لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له ومن المقرر أن يترأس رئيس وزراء مصر والعراق غدا اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بحضور الوزراء من الجانبين المصرية والعراقية كما سيتم عقد منتدى لريال الأعمال من البلدين ويتم أيضا في ختم اجتماعات لجنة العليا المشتركة توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات